ايران تعترف بوقوع اضرار جسيمة بعد حادث تعرضت له منشأة نطنز النووية الخميس الماضي لكنها لا تكشف المتسببين ولا الاسباب ونيويورك تايمز تقول ان اسرائيل زرعت قنبلة في المنشأة فهل تجاوزت تل ابيب خطوطا حمراء جديدة؟ وهل ترد طهران بأي شكل؟ اهلا بكم مشاهدين الى برنامج للخبر بقية يبدو ان الحادث الجديد الذي تعرضت له منشأة نطنز النووية في ايران هو اخر حلقات الحرب الالكترونية السرية بين اسرائيل وايران كما وصفته بعض الصحف الوصول الى العمق الايراني وفي احد اهم المواقع النووية يضع طهران في موقع حرج على ما يبدو كذلك نقلت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية عن مصدر الاستخباري في الشرق الاوسط ان اسرائيل في الواقع تقف وراء الانفجار في المقابل قد يحقق هذا الرد مكاسب لخصومها في اسرائيل وامريكا فهل تلجأ فعلا ايران الى رد مباشر؟ وان سيكون؟ وما نتائجه على الجميع؟ يحط على رؤوس اصحاب العمائم احد فصول الصراع العالمي في جولاته السريعة هناك من احرق منشأة نتانس اهم موقع لتخصيب اليورانيوم الايراني المخيف للغرب تقول صحيفة نيويورك تايمز انها قنبلاء زرعتها اسرائيل هناك ايضا من متى اليد على منطقة انفاق تضم معامل لانتاج الصواريخ الباليستية تلك التي تفاجئ رعاة الصراع الاقليمي في ملاعبها الملتهبة مع ايران هدفان تحقق حتى الان اولهما ابطأ انتاج اجهزة الطرد المركزي المتطورة التي يوفرها موقع نتانس وتهدئة روع اسرائيل وامريكا وثانيهما التشويش على المنظومة الصاروخية لايران التي توجع بها كلما ضربت وثالث الاهداف قد يأتي نتاج الاضرار التي اصابت ايران الدفع بها الى الرد مأزومة تبدو القيادة الايرانية في محل بها ويرتقب دافعها الى هذا الرد التحلل من ازمتيهما ايضا فان هي لم ترد نالت نصيبا اضافيا من الهجمات وقد بلغت الجرأة بمن تتهمهم ضمنيا موجاتها في عقر دارها الحرب الالكترونية السرية بينها وبين اسرائيل وصلت الى اخر فصولها باستهداف موقع نتانس تقول صحيفة لوفيجر الفرنسية وان ردت فكت عن خصومها حرجهم امام جماهيرهم المحلية نتانياهو العالق بين فكيكا ماشة تعطيل خطة الضم وانسداد اذائه الحكومي امام شارك يعيق تمحاده وترامب المحتار في ضبط نهاية ايقاع ولايته الرئاسية لوصلها بولاية ثانية مطموعة وقد اوبأها سوء تسييره لملفات كثيرة وزاد عليها صعود نجم خصمه الديمقراطي جو بايدن كلاهما سيربحان باندلاع حرب صامتة منذ عقود بين الاطراف الثلاثة قد يسمع لا هدوي لن يبقي ولن يذر مساحات الصراع واسعة لدى ايران فلها في البر اربع عواصم عربية لمواجهة خصومها وقد تواجهت بما يكفي مع اسرائيل باستهداف مواقعها في سوريا ومع امريكا باستهداف قاعدة عين الاسد العراقية ومع بعض الوكلائف اليمن بإيصال الصواريخ الباليسية الى العمق السعودي الغليان السياسي والاقتصادي الاخير في لبنان قد يحرك البراكين الراكدة على الحدود الجنوبية وكثير من ترسانتها تحت يد حزب الله هناك ومياه الخليج قد لا تبقى اطلالة هادئة والواقفون على مضط هرمز محرجون في الداخل وجرح نتانس لا تشفيه ضمادات مؤقتة معنا من طهران مصطفى خوست شام مدير تحرير القسم الإنجليزي لوكالة فارس الأنباء ومن الدوحة دكتور محجوب الزويري أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة قطر ومن واشنطن ريتشارد ويتس مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسن سيد خوست شام في طهران إذا كانت السلطات الإيرانية تعرف بدقة أسباب الحادث الذي وقع في منشأة نتانس الخميس الماضي كما تقول لماذا لا تعلن هذه الأسباب إذن؟ مرحبا وشكرا على الاستضافة نعم الإيرانيون أكدوا مسبقا بأنهم لن ينشروا معلومات وتفاصيل إضافية بشأن الحادثة لأسباب ودوع أمنية وكما نعلم وكما أعلم أنا على الأقل إيران بصدد اتخاذ قرار لأنه كما تعلم إذا ثبت بأن ذلك كان نتيجة عمل تخريبي داخلي أو هجوم سيبراني الكتروني باي الولايات المتحدة فمن المؤكد أن إيران سترد وهذا ما تخبرنا به الحالات السابقة فإيران دائما ردت وانتقمت كل ما تعرضت لهجوم وقد ردت كما رأينا بعد اغتيال قاسم سليماني وقالت بأنها ستوقف عند هذا الحاد لكن كما تعلمون حينما أيضا انتهكت القوات الأمريكية المجال الجو الإيراني أسقط الإيرانيون طائرة غير مأهولة أيضا وكذلك بشأن ما إذا كانت هذه اللاجمات قادمة من إسرائيل أو من أمريكا سترد لكن حالما تتجل الأمور كما تعلمون في الوقت الحالي نحن نحاول تخفيف التوتر في الموقف لكن إذا ردت إيران سيكون هناك تصيد مرة أخرى للتوتر وهذا سيبرر جهود ومساعي دونالد ترامب من أجل حجد الدعم الدولي من أجل تمديد العقوبات المفروضة على إيران وهذا أيضا سيساعد دونالد ترامب في شن الحرب على الطهران وسيساعده أيضا فيما يتعلق بأهداف سياسته الخارجية إذا إيران لذا أعتقد شخصيا بأنه إذا كان إسرائيل من يقف وراء هذا الهجوم فإن إيران ستنتظر إلى حين الانتخابات الأمريكية بعد ذلك ستبدأ بحملة ردها على هذه الهجمات إذا أسباب سياسية التي تجعل إيران لا تكشف عن دوافع هذا الفعل ومن تسبب به وليس أبدا اعتبارات أمنية كما تقول الرواية الرسمية الإيرانية نعم كما تعلم هذا صحيح إذا توصلت إيران إلى خلاصة بأن هذه لم تكن حادثة وكانت هجوم تخريبي عمل تخريبي من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل عندها من المؤكد بأن إيران ستندفع إلى الرد لكن أيضا هذا سيضر بالاقتصاد الإيراني وسيوتر الموقف والوضع في الداخل وهذا ما ترمي إليه الولايات المتحدة الأمريكية لذا أعتقد أن ما يريدونه هو فرض المزيد من الضغوط ومارس المزيد من الضغوط على الاقتصاد الإيراني وعلى أولئك الذين يطمحون إلى الاستثمار في إيران فكما تعلم هذا سيحد من نسبة الاستثمارات الخارجية في إيران وربما يدفع ببعض المستثمرين إلى مغادرة البلاد لذا يتعين على إيران أن تأخذ في الاعتبار عوامل عدة قبل أن تشرع في اتخاذ قرار وكما قلت أنا أعتقد بأنه إذا ثابت أن هناك هجوم وراء هذه الحادثة فإن إيران ستنتظر لبضعة أشهر وسوف تفعل ذلك وذلك في ضوء ووفقاً وضح الفكرة تماماً سيد خوستشام أنتخل إلى الدوحة دكتور محجوب الزويري لا يبدو أن طهران تشعر بحرج كبير من أن تعلم بهذا الشكل لأنها غير معنية حالياً بالرد كي لا يجني مكاسب ذلك دونالد ترامب مثلاً هو في الحقيقة ما جرى في نتانز هناك حالة إرباك كبيرة واضحة سواء كان ذلك في رد الحكومة الإيرانية أو حتى في التعاطي سواء الإسرائيلي أو حتى الأمريكي معها واضح تماماً أن إيران تأخرت متعمدة في الحديث عن الموضوع وحتى الإشارة إلى إسرائيل وهي حتى الآن حتى التصريحات الأخيرة تبدو بتردد في اتهام إسرائيل بشكل مباشر وإن ذكر بعض مسؤولوها لكن هي تقدم خطوة وتؤخر خطوة أنا باعتقادي ما جرى في نتانز بشكل أساسي له سياقين مهمين السياق الأول أن هناك حرب سيبرانية تشنها إسرائيل ضد إيران منذ عام 2010 وكانت مراحلها مهمة وتحديداً في نتانز في العام 2010 كان هناك هجمة وتم تدمير ألف جهاز طرد مركزي وبعد عامين في محطة لتطوير البرنامج النووي في طهران تم استهداف حوالي ألفين جهاز كمبيوتر في ستاتكس وهو معروف الفيروس وبعدها كان هناك حملة مهمة ما يسمى بالأولمبيك جيمز أيضاً كانت هي استهداف للمنشعات النووية الإيرانية بعبارة أوضح هناك حملة استهداف واضحة تشنها إسرائيل بشكل أساسي في مرحلة معينة كانت الولايات المتحدة تدعم فيها ثم اختفت عن الشاشة لتكون إسرائيل هي المتصدر لها المستوى الثاني في اعتقاد الذي يجب أن نأخذه في هذا السياق وعين الاعتبار هو حالة الاشتباق غير المرعية بين إسرائيل وإيران في سوريا هذا الاشتباق الذي يجعل إيران تتقبل كثير من الضربات الإسرائيلية دون أن تعترف بأنها ضربت ودون أن تقول بأن هذه الضربات استهدفتها لسبب واحد وبسيط هو أنها لا تريد أن تقول أنها ضيها وجود عسكري في سوريا لذلك هذين المستويين المهمين أنا أعتقد بأن المواجهة الإسرائيلية الإيرانية مشهدها الأساسي موجود في الحرب السيبرانية ومشهد آخر موجود في سوريا بشكل أساسي وهما متلازمان ويبدو أنهما سيستمران لفترة سيد ويدز في واشنطن إذا صدقنا كلام نيويورك تايمز نقلاً عن مصدر استخباري في الشرق الأوسط فإن إسرائيل هي الفاعلة هي وراء ما جرى في ناطانز وأنها زرعت قنبلة إذا تأكد هذا الكلام ألا يعني اختراقاً كبيراً للأمن والاستخبارات الإيرانية بهذا الشكل؟ بالتأكيد لكن دعني أوضح معك نيويورك تايمز لا تقول بأن إسرائيل تقف وراء الهجوم هي تقتبس كما أشارتم نقلاً عن مصدر الفضل عدم ذكر اسمه ولم يكشف عن هويته ونقلت أيضاً عن مصادر في الحرسة الثوري تقول بأن إسرائيل وراء الهجوم لكن بطبيعة الحال المثير للاهتمام في هذه المسألة هو أن هذه المنشأة كانت توصف بأنها منشأة شديدة الأهمية وكانوا يقولون سابقاً بأنها مجرد مستودع لكن ما تبين بعد هذه الواقعة بأن المعلومات التي وصلت حول هذه المنشآت التي جاءت مسبقاً من تسريبات إسرائيلية قبل بضعة سنوات من خلال قرصنة أرشيف للمواقع النوبية الإيرانية أثبت ذلك لكن أيضاً وصلت الهجمات مرة أخرى إلى قلب العاصمة الإيرانية ومن جديد تطال هذه الهجمات منشآت إيرانية هذا يقترح وهذا يشير إما إلى أن الدفاعات الإيرانية في الواقع هزيلة وضعيفة وأن القدرات الإسرائيلية الاستخبارية وأعمل إسرائيل في الداخل يتمتعون بقدرات كبيرة هذا ما يشير إليه هذا الأمر ماذا يرتب على ذلك عندما تتمكن إسرائيل أكثر من مرة من اختراق الأجهزة الأمنية جهاز العسكرية في إيران تزرع قنبلة إلى آخره ماذا يكشف سيد وايس؟ ألا يفترض أن هذه منشآت حساسة تحظى بحماية فائقة من قبل النظام الإيران؟ نعم بالتأكيد هذا سيبطئ بالدرجة الأولى من المشروع النووي الإيراني وهذا ما أقرت به الحكومة الإيرانية على خلفية هذا الهجوم على مستوى تطوير البرنامج النووي وأجهزة طرد مركزية عالية التطور ومرة أخرى هذا شبيه بالهجمات السابقة سواء كانت هجمات أو حوادث يبدو أن هذا سيقود وسيحد من تطور البرنامج وربما تستمر هذه الهجمات وربما يقتضي اتخاذ قرار من الإدارة الإيرانية إما بأن توقف برنامجها أو تؤخره أو تقدم على اتخاذ قرارات مصيرية ربما تدفع هذه الهجمات الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ قرارات مصيرية سيد خوست شام ألا يشجع هذا التباطؤ الإيراني أو عدم الرد أو الاستمهال الإيراني في الرد على هذه الهجمات ألا يشجع إسرائيل وربما الولايات المتحدة على شن المزيد منها طالما أن طهران ليست في وضع يسمح لها بالتصعيد كما شرحت في إجابتك الأولى حسناً إيران أنا لم أقل بأن إيران ليست في وضع لا يسمح لها لكن قلت بأنها ستؤجل هذا الرد لكن دعونا نتذكر بأن بإمكان إيران أن تشن هجمات مباشرة بمستويات عالية من الإنكار المسألة لا تقتضي الدرجة كبيرة من الذكاء لنفكر بالإسرائيليين منذ سنوات معدودة فقط كما تذكرون سكادة من شبكة الطرق وهي منشآت سدود ومنشآت السكك الحديدية كما تذكرون نشروا بيانات حول هجمات قرصنة شنت بحق منشآت إسرائيلية شنها قراصنة من قبل الجيش الكترونية السوري قبل سنوات وقد تبين بأنها هجمات ألحقت ضرر شديد بإسرائيل لكن كانت بمثابة تحذير فقط لكن كما تعلمون كان ربما أن يكون هناك مسألة إبادة نووية من خلال التلاعب بالمنشآت النووية الإسرائيلية لكن أفعال كهذه ربما يقدم عليها أي أحد ليس فقط الإسرائيليين لكن الإسرائيليون من طرف آخر قدموا مزاعم بشأن مهاجمة إيران في سوريا أو في إيران دعونا نتذكر منذ أسبوع فقط قبل الهجوم على نطانز كانت هناك حادثة في منشأة عسكرية أخرى وكانت هناك تقارير من التقارير والصحافة الغربية لم تثبت صحتها كحادثة لكن في حالة إسرائيل إيران لم تحملها بعض المسؤولية لكن مرة أخرى في حال ثبت بأنه هجوم قد تكون وراءه آلولات المتحدة الأمريكية لكن الإسرائيليون يودون بأن يحتفظوا بهذا الإنجاز لأنفسهم ربما لكن حينما تقع حادثة في منشأة في قلب إيران يهرى الإسرائيليون ليقولوا بأننا ربما نكون وراء هذا الهجوم يودون فقط أن يكسبوا من خلال هذه المزاعم وفي حالات كثيرة زعموا بأنهم هاجموا إيران في الواقع في حين لم تسجل هناك أي هجمات لأنهم حالما يشنون هجوما سوف يجدون الرد في الحال يعني إسرائيل تشن هجمات متكررة يا سيد مصطفى تشم على أهداف إيرانية في سوريا ولا نسمع أي رد إيراني إسرائيل على مدى سنوات الآن تهاجمكم في سوريا أحيانا كل يوم دكتور محجوب أزويري هل التعويل الإيراني على مثلا الصبر الاستراتيجي كما يسمى أحيانا بانتظار أن يأتي رئيس آخر ربما رئيس ديمقراطي جو بايدن إلى البيت الأبيض ربما يمكن التفاهم معه والوصول إلى اتفاق ما هل هذا التعويل برأيك في محله؟ لا أعتقد أنه المسألة متبطة لا أقلل من شأن العامل الخارجي هذا ينطبق على الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا ينطبق على الانتخابات الرئاسية الجمهورية الإيرانية في العام 2021 لا أقلل من هذه العامل لكن هذه الحرب تحديدا وهذه الحادثة سياقاتها سياقات لن تتوقف بغض نظر عن من يكون في السلطة سواء كان ذلك في واشنطن أو في إيران هذا موقف متخذ بأن البرنامج النوم الإيراني يجب أن يتوقف إذا لم يتوقف بطريقة المفاوضات فإنه سيتوقف بطريقة أخرى هكذا ترى على الأقل إسرائيل والولايات المتحدة وهناك استثمارات خاصة في هذا الموضوع باعتقادي أهم ما يشير له هذا الحادث هو طريقة المواجهة أو الإنكار الإسرائيلي لها بشكل كبير جدا وهذا طبعا متوقع تماما كما أنكرت حالات سابقة وله دلالاته ويمكن فهمه أن إسرائيل دائما تسعى إلى غسل يديها من أي شيء يحدث في إيران في محاورة لعدم إعطاء إيران أي مبرر أن تقوم بأي شيء ضد إسرائيل وبالتالي تقول لا تجيب لا بنعم ولا بلا وهذا هو الموجود الآن حتى هذه اللحظة الأمر الآخر باعتقاد المهم أيضا حول هذه الحادثة هو أن الولايات المتحدة في هذه اللحظة وفي تحديد الموضوع الانتخابات الإدارة الأمريكية ليست معنية في دخول مواجهة مع إيران هي أخذت سياق الضغوط القصوى وترى بأنها سياسة ناجعة أضعفت إيران اقتصاديا منعتها من تصدير نفطها جعلت النظام يواجه أزمات داخلية حقيقية أعادته إلى مربع التطرف السياسي والمربع المذهبي في سياساته الخارجية وبالتالي هذا كله بالنسبة للولايات المتحدة في هذه اللحظة وإدارة ترامب يكفي لمواجهة النظام السياسي في إيران وبالتالي هم يراهنون على أن الضغوط القصوى ستؤدي إلى مزيد من إضعاف النظام وبالتالي وصورا إلى مرحلة يمكن النظام أن يأتي صاغرا كما تزعم الولايات المتحدة للتفاوض معها لذلك كلا الأمرين الاستهداف الإسرائيلي المستمر الضغوط القصوى كلاهما يؤدي إلى هدف واحد بالنسبة للطرفين وهو إضعاف إيران سياسيا وأجبارها على العودة للتفاوض مرة أخرى بإشكل أو بآخر سيد ويز هل فعلا تأمل إدارة ترامب بما تبقى لها من أشهر في السلطة أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات وأنه هجوما كالذي وقع على نترانز لا نعرف بالضبط من قام به قد يساعد ربما خطط إدارة ترامب لفعل ذلك أم لا لا أعتقد أن هذا وارد في هذا العام فكما تعلمون القيادة الإيرانية تأمل بأن لا يتم إعادة انتخاب الرئيس ترامب وستأتي إدارة جديدة إلى البيت الأبيض وبعد ذلك يمكن العمل على مقترح جديد ففي عام 2015 كان هناك اتفاق نووي ربما تطمح إيران إلى شيء مشابه مع إدارة جديدة لكن ربما يعتقدون بأنه إذا ظل الرئيس ترامب في منصبه لأربع سنوات مقبلة ربما ستواجه إيران المزيد من الضغوط أمس فقط تعرض وزير الخارجي الإيراني إلى هجوم حقيقي في البرلمان في مجلس الشورى الإيراني وللانتقادات لاذعة لذا أعتقد بأن الحسابات في البيت الأبيض تدور في هذا الإطار وتقول ببساطة بأن الوقت سيرغم إيران على الإقدام على بعض التنازلات سيد خوش تشام ماذا لو استمرت هذه الهجمات التي تطال منشآت استراتيجية إيرانية ماذا نتوقع رد الفعل من طهران وقتها أم أنها سترد كما فعلت أحيانا عبر وكلائها في المنطقة الساحات التي يكون فيها لطهران نفوث كبير سوريا، العراق، لبنان، اليمن إلى آخره حسناً كلا الولايات المتحدة الأمريكية وإزرائيل وأي أحد ربما ثبت تواطئه في هذه التحركات في الأعمال التخريبية ضد منشآتنا هم ضعفاء وهشون وقابلون للتضرر لكن دعونا نتذكر منذ ست إلى سبع سنوات حينما كان هناك مواجهة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في غضون أسبوعين فقط شن الفلسطينيون هجمات على إسرائيل ومنذ سنتين فقط في آخر دورة من تبادل إطلاق النار استطعت المجموعات الفلسطينية إطلاق ما يزيد عن سبعمائة صاروخ على إسرائيل في غضون يومين فقط وبالتالي انهار تقريبا مجلس الوزراء الإسرائيلي ولم يكن قادرا على الاستمرار لسنتين إضافتين وما يزال مجلس الوزراء يعاني من تبعات تلك الواقعة أيضا منذ أسابيع منصرما فقط قال الإسرائيليون بأن شبكاتهم المائية تعرضت وشبكات تحلية المياه تعرضت لهجمات لكن إيران لم تعلق على تلك الحادثة لكن لدى إيران القدرات على تنفيذ هذه الجماعة من هذا القبيل لكن إيران تدرك تماما بأنه إذا كان الإسرائيليون يقبعون في بيت من زجاج لا يتعين عليهم رمي الآخرين بالحجارة وإيران تدرك تماما بأن لدى إسرائيل مستوى عالي من الإنكار مارسته في الأشهر السابقة لكن مرة أخرى إيران ستنتظر بضعة أشهر إلى أن ترى تبعات الانتخابات الإيرانية لترى أيضا في ضوء القرار بشأن مسألة العقوبات في ضوء الاتفاقية النووية ولكن في كل الحالتين التاريخ يخبرنا بأن إيران لم تتهاون ولم تتسامح إذا أي تحركات عدائية من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل وسترد وهناك رد متبادل بكافة السبل المتاحة دكتور أزويري ألا يمكن أن يكون الحادث الذي تعرضت له منشأة نطنز مفيدا لإيران بشكل من الأشكال في النهاية الآن هذه المنشأة متضررة لن يزورها مفاتيشون دوليون قد تساهم أو قد تفعل إيران فيها ما تشاء تواصل تخصيب اليورانيوم في النهاية الحادث في مصلحة طهران قد يكون لا شك بأنه سيجري هناك توظيف سياسي للحادثة لاحظ معي بأنه إيران ستتجنب نشر أي معلومات تشير إلى مكان الاستهداف بشكل خاص حجم الاستهداف تأثيره على طبيعة البرنامج النووي كل هذه القضايا لن تجد طريقها للرأي العام ولا للمتابعين على مدى شهور وربما سنوات ربما نجد نوع من التسريبات من الطرف الذي استهدف هذه المنشأة لطبيعة الضرر الذي وقع لكن إيران ستوظف هذا الأمر سياسيا في أنها ربما ستمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الذهاب للمنشأة وربما تسمح لها للذهاب للمنشأة لتقول لها بأن هذه المنشأة تعطلت وبالتالي لا داعي أصلا لزيارتها ووضعها من قائمة المنشآت التي يجب أن تزار أنا أعتقد بأن إيران تفكر الآن في عملية استخدام والتوظيف السياسي للحادثة سواء كان ذلك في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثم الأمر الثاني في طريقة المواجهة مع الأطراف التي قامت بهذه العملية هل ستكون هناك أطراف مواجهة أم عن طريق ما يسمى بوكلاء إيران إلى غير ذلك أما الأمر الأساسي باعتقادي سيركز على مسألة التوظيف السياسي ولن تطول هذه قبل أن نرى عملية توظيف السياسي للحادثة ومحاولة جني بعض الثمار التي على الأقل مرحليا يمكن الاستفادة منها داخليا بالنسبة للنظام السياسي سيد ويس باختصار شديد لو سمحت هل تتوقع استمرار هذه الهاجمات التي تتعرض لها المنشآت الإيرانية بين فترة وأخرى إذا ثبت بأنها هاجمات نعمة نتوقع استمرارها لكن إذا تبين بأنها مجرد حوادث ربما يكون لنا قول آخر قد تكون فرص أمام الإيرانيين الاستفادة من أخطائهم وللتعاطي مع مسألة العقوبات المفروضة عليهم ومرة أخرى بشأن الواردات التي تستوردها عفوا إيران لهذه المنشآت ربما تعيد النظر بها ما لم تكن تلك هاجمات لكن إذا ثبت بأنها هاجمات أتوقع أن تتواصل شكرا جزيلا لكل الضيوف ريتشارد ويتس مدير مركز التحرير السياسي العسكري في معهد هاتسون بواشنطن من الدوحة دكتور محجوب الزويري أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة قطر ومن طهران مصطفى خورششام مدير تحرير القسم الإنجليزي لوكالة فارس للأنباء والشكر دائم لكم مشاهدين أنتم على بقائكم معنا كونوا دائما بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر